أهلا بك وعزائي مشاهدي قناة الحرية في كل مكان في العالم وحلقة جديدة من برنامجكم أبيض من تاني بنخصص الأجزاء الأولى من الحلقات ديت علشان خاطر نتكلم عن موضوع الإدمان وهنكون بناخد فيه حلقات كتيرة بنستعرض فيها الأنواع الإدمان المختلفة نمسك كل نوع من الأنواع ديت ونبتدي نفسصه بطريقة معينة لكن في الأول يمكن أول حلقتين ولا حاجة بنحاول أننا أتكلم على مفهوم الإدمان بصورة عامة يمكن النهاردة هنتكلم ونركز على إيه الحاجات اللي بتخلي الناس تدمن يمكن زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت ونيمكن هعمل مراجعة سريعة في الأول وأقول أنه الله خلقنا علشان خاطر الجسم يتعود على أنه هو يعمل حاجات بتجذب ليه اللزة ودوة اللي بيخلي الإنسان يقدر يعيش ليه الإنسان بيستمر يأكل بيستمر يشرب بيستمر يتناسل بيستمر ينام لأنه كتير من النشاطات دي بتخلي الإنسان يبقى بيرتاح لما ينام لما بيشرب بيرتوي لما بياكل بيحس بالشبع الحاجات دي كلها بتخلي الإنسان يتعود أنه هو يعمل الحاجات دي دايما فبالتالي بيدمنها بمعنى أنه المخ بيستجيب بطريقة معينة بحيث أنه الإنسان يقدر فعلا يستمر يكون بيعمل الحاجات المفيدة ليه اللي تخليه يفضل عايش وتستمر وجوده على هذه الأرض لكن نفس الخاصية دي اللي بتدي للإنسان الشعور باللزة واللي بتدي للإنسان الحماية من الأخطار الحاجات دي كلها كمان ممكن يكون الإنسان بيستخدمها ضد نفسه وهو بيحاول أن يحصل على اللزة دي بطريقة معينة أو أنه هو يقف ضد مشاعر سلبية أو مشاعر خوف بطريقة معينة بيستخدم فيها يا إما مواد يا إما سلوكيات معينة هي اللي بتخليه يدمن في الأول أنا عايز أقول لحضراتكم أنه إحنا بنرحب بكل أسئلتكم الموجودة على السوشيال ميديا كل الأسئلة اللي بتجيلنا على الإيميلات كل الأسئلة اللي بتجيلنا أثناء الحلقة أو حتى مش أثناء الحلقة على يعني كل وسائل الاتصال مع حضراتكم سواء من التليفونات أو من غيره فأنا بشجع حضراتكم لأي حد عنده أسئلة عنده خبرة إيجابية عنده خبرة سلبية عايز يتساءل عن أمر من الأمور المعينة من فضلكم أنه أنتم تكونوا بتعملوا كده في الأول عايز أقول أن البرنامج دوت برنامج تعليمي ثقافي وليس برنامج علاجي بمعنى أنه كل الحاجات اللي حضرتك بتسمحها النهاردة لو تسمح لو تسمحي خدها اتكلم فيها مع الطبيب المعالج لكن ما تاخدش أي قرار توقف دواء أو تحاول تجيب دواء إلا لما تكون مع الطبيب المعالج لحضرتك لأنه هو يعرف الحالة بالزبط احنا بنتكلم بطريقة عامة لكن هو يعرف بالزبط الحالة بتاعت حضرتك وبتاعت حضرتك الحاجة الثانية أنه حضرتكم لما تسألوا على بعض أنواع الأدوية الأدوية ديت لها أسماء علمية موجودة وكل العالم متعارف عليها لكن الأسماء التجارية دي بتكون بتختلف من شركة أدوية للتانية وحسب البلد اللي بينتج فيه العقار دواء علشان خطر كده لو سمحتم وأمكانكم أن أنتم وعايزين تسألوا على دواء معين أن أنتم تدلنا الإسم العلمي بتاعه يبقى شيء رائع جدا أحيانا بطريقة غير مقصودة لأنه التلقائية بتاعة الأطباء أنه هم مرات كتيرة بيتكلموا بالإنجليزي فمرات لو حصل دواء لو سمحتوا ما تنزعجوش بعض الحاجات أصلا ما نعرفش نقولها إزاي بالعربي لكن هكون بشرح معناها في كل مرة يحصل كده النهاردة بنعمة ربنا هنكون بنتكلم على يا ترى الإدمان دو ليه بيحصل وليه بيحصل لناس معينة هكون بستخدم الجزء الأولاني من الحلقة أن أنا أشرح لحضراتكم الموضوع دو وهننتظر أي مكالمات لحضراتكم في أثناء الحلقة أو تحبوا أن أنتم تسألوا عنها وزي ما قلت أنه الله عنده دايما رجاء للحل الإدمان ما هواش حاجة بسيطة الإدمان مرات كتيرة جدا بيأثر على حاجات كتيرة جدا في حياة الإنسان زي ما هنشوف النهاردة أن الإدمان دا دوت ليه دورة حياة دورة الحياة ديت معناها أنه بيبتدي بطريقة معينة وأنه استمراريته برضو بتتم الطريقة معينة كل دوت داخل دايرة الحياة ديت اللي مرات كتيرة بتبقى محتاجة فعلا لصبر ومحتاجة لنعمة من الله علشان خاطر نقدر أن احنا نتعامل معاها ونتخلص منها حضراتكم خليكم معنا هنطلع فاصل قصير وبعد كده نرجع علشان خاطر نبتدي فقرة الأولانية من حلقتنا نتكلم على الإدمان وأنواعه وأيضا إيه اللي بيخلي الناس تدمن أعزائي المشاهدين هنكون بنتكلم مع بعض دلوقتي عن الإدمان وأنواعه زي ما تكلمنا عنه المرة اللي فاتت فنفتح مع بعض عن الموضوع دوت ونشوف بالزبط إيه اللي إحنا قلناه في المرة اللي فاتت ونحب إن احنا نكمله مع حضراتكم حاجة سريعة خالص عن الإدمان زي ما قلت إن الإدمان نوعين يا إما إدمان مادي يا إما إدمان سلوكي الإدمان المادي دوت معناه إنه الناس اللي بتستعمل مواد ده معينة الإدمان السلوكي هنتكلم برضو عنه الإدمان المادي زي إدمان النيكوتين، السجاير، الشيشة، الكحوليات، المخدرات بأنواحها المخدرات اللي هي بنسميها أبرز أو داونرز يعني اللي بتخلي الإنسان يبقى أكتف أكتر أو الحاجات اللي بتهدي أكتر والأدوية والمهدئات ودي الأدوية اللي بتستخدم بطريقة علاجية دي مش مجرد إن هي ناس بتشتريها من السوق أو من الديلرز لكن دي أدوية موجودة الأدوية دي بعضها للمنوم، بعضها مهد بعضها حاجات ضد الألم الحاجات دي برضو كلها ممكن تسبب الإدمان الإدمان السلوكي زي إدمان الأكل، إدمان الجنس، إدمان الأمار وإدمان التسوق وإن شاء الله في الحلقات القادمة هنكون بنتكلم على كل حاجة من الحاجات دي يعني هنتكلم على النيكوتين في أسئلة جات لنا بتسأل هل في علاج للسجاير ولا لأ طبعا هنتكلم عن حاجات دي وطبعا في علاج هنتكلم على الكحليات وتأثيرها على الجسم هنتكلم على المخدرات بأنواحها المختلفة الهروين والكوكايين والأمفيتامينات وكل الحاجات دي يتحتى الحاجات المنتشرة في الشرق الأوسط اللي يمكن البعض لي أسماء مختلفة وهنتكلم كمان على الأدوية والمهدئات هنتكلم على إدمان الأكل، هنتكلم على إدمان الجنس، الأمار وهنا في إدمان الجنس هنتكلم كمان على إدمان الأفلام الإباحية هنتكلم على إدمان الإنترنت، إدمان التسوق الحاجات دي كلها بدأت تبقى إدمانات النهاردة منتشرة جدا هنتكلم كمان عن الحاجة في الحقيقة كتير من ولادنا بنخسرهم علشان خاطر الفيديو جيمز مرات يعودوا طول الليل يلعبوا وكتير منهم بيستغرق فيها وبتبقى فعلا بتمثل كل حياته فدي أنواع الإدمان السلوكي اللي هنبقى بنتكلم عنها طيب يا ترى إيه أسباب الإدمان؟ مهمة أوي لو إحنا عرفنا الأسباب مهمة كمان لو إحنا عرفنا الميكانيكية أو الآلية اللي بيها الإدمان دوت بيحصل واللي بيها الإدمان دوت بيستمر العوامل دي فيه ليها عوامل بيولوجية يعني إيه عوامل بيولوجية؟ يعني عوامل مرتبطة بالمخ مرتبطة بالجسم بتاع الإنسان مرتبطة بحاجات كتيرة أوي زي هو الإنسان مثلا لو شم زي لو حقن زي لو دخن الحاجات دي كلها بتفرق إزاي في الإدمان العوامل البيولوجية ديت يبقى معناها أنه في عندنا إمكانية أن نحن ندي أدوية عندنا إمكانية أن نزيل السميات من الجسم يبقى في عوامل بيولوجية ليها كمان علاج بيولوجي لكن فيه كمان أسباب نفسية ومهم جدا 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 وهنستعرض بعض الحاجات دي النهاردة كمان فيه ظروف بيئية وظروف اجتماعية بتأثر على الموضوع دو لكن كمان يمكن الحاجة اللي كتير كتير جدا من مراكز علاج الإدمان يمكن ما بتفكرش فيها ما بتحطهاش في الحسمان هي أنه فيه كمان أسباب روحية والأسباب الروحية ديت لو ما خدناش بالنا منها العلاج بتاع الإدمان مش ممكن يبقى كافي يبقى في عوامل بيولوجية نفسية ظروف بيئية واجتماعية وأسباب روحية طبعا العلاج دوت بيختلف من حاجة لحاجة يعني العلاج مثلا بتاع إدمان الجنس غير العلاج بتاع إدمان الهيروين بالتأكيد لكن إيه دخل العوامل دي فيها دي في كل مرة هنكون بنتكلم على نوع معين من أنواع الإدمان هنكون بنتكلم عليها في السلايد ده وده سلايد مهم جدا أحب أن احنا كلنا نركز فيه ده اللي بنسميه دورة حياة الإدمان أو دورة حياة المدمن وهنمسك كل جزء من الأجزاء دي ونقعد نتكلم عنه لأنه لو فهمنا إزاي ده بيحصل فعليا هنقدر نعمل العكس بتاعه الحاجتين الأساسيين جدا اللي بيخلوا الناس يستعملوا الدراجز بيخلي الناس يستعملوا المخدرات بيخلي الناس يعيشوا في سلوكيات قد تؤدي بيهم إلى حاجات صعبة خالص زي الأمار والجنس والأفلام الإباحية والحاجات دي كلها الحاجات دي كلها بتيجي نتيجة حاجة من اتنين يأما أن الإنسان حاسس بأزمة عنده إحساس شديد بالألم أو أنه مفتقد اللزة فيأما أنه هو فاقد للزة أو عنده إحساس شديد بالألم الحاجتين دولة هنمسكهم ونبتدي نفصصهم مع حضراتكم لكن دوت بيؤدي إلى إيه؟ إن الإنسان دايماً بيفكر على وسيلة للتخلص من الحالة دي فقبل ما الإنسان يتعرض لأي حاجة زي المخدرات أو زي سلوكيات معينة الإنسان بيشوف إيه الأدوات اللي موجودة عنده اللي يقدر يعمل بيها كده الأدوات دي قد تكون أنقص وأقل بكتير قوي من حجم الضغوط اللي بتيجي عليه فبالتالي في محاولته أنه هو يعمل كده أحياناً يتكعبل سواء نسألوله اسأل مجرب ولا تسأل طبيب خد البرشامة ديتها تعمل لك دماغ وتريحك وتحس من الدنيا كلها يعني الدنيا ربيع والجو بديع الحاجات دي كلها الإنسان في ظل الظروف ديت بيحصل حاجات لو الإنسان تكعبل فيها وبدأ يستجيب لها بطريقة معينة بتفقده الإحساس بالألم أو بتخدره أو بتخلي الألم ده كأنه مش موجود مش لأن الألم مش موجود لكن لأنه هو مش حاسس بالألم في الوضع دوت أو أنه يحصل على لذة مفقودة أول ما ده بيحصل بيبتدي الإنسان يستجيب للمصدر دوت سواء كان مصدر مواد أو سلوك بتؤدي للذة وتعالج الألم مؤقتا خلي بالكم أن الإنسان في الوضع دوت بيبقى دايما حاسس أنه أي حاجة يعملها تحت تأثير المخدر دوت أو تحت تأثير المواد ديت أنه كأنه شال من على نفسه المسئولية فبيبقى عنده نوع من تسكين وتخدير الضمير ما أنا عامل دماغ ما أنا مش عشع ما أنا تعبان ونايم ما أنا كنت بسوق تحت تأثير الكحول وعملت حادسة لكن غصبا عني الحاجات دي كلها بتخلي الإنسان دايما يبقى عنده شعور بأنه طالما أنا متخدر طالما أنا بعيد عن مصدر الألم مهما حصل أنا برضو ليا العذر بتاعي الحقيقة ده بيسبب أن الإنسان يوصل لحالة من العبودية يوصل لحالة من أنه ما بقاش يقدر يستغنى عن المادة أو عن السلوك دوت بقاش يقدر لأنه أول ما بيعمل كده بيحصل له حالة انسحاب وحالات الانسحاب ديت بتبقى مرات كتيرة وحشة جدا حتى لو اللذة بدأ اتقل حتى لو بدأ لازم يستعمل أكتر علشان خطر يوصل لنفس النوع من اللذة لكن في كل الأحوال هو عايز يتحاشى النهاردة الألم برضو شايفين نفس السلسلة عايز يتحاشى الألم اللي جاي من أعراض الانسحاب ديت سواء يكون قلق خوف عدم قدرة على دنهم أو كده طبعا لما نيجي نتكلم على كل مادة من المواد ديت كل واحدة ليهم ليها بروفايل معين وليها يعني تفرق المواد دي من بعضها عن التأثير بتاعها لكن أعراض الانسحاب ممكن تبقى جامدة قوي والإنسان مش قادر أنه هو يبطلها رغم أنه شعوره باللذة بيقل جدا 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 بعد شوية ودايما عايز ياخد أكتر وأكتر وأكتر وزي يمكن ما حكيت مع حضرتكم المرة اللي فاتت بيحتاج أنه مرات كتيرة مش بس ياخد أكتر ممكن تصل إلى حد أنه هو يموت مش لأنه عايز ينتحر لكن لأنه بيحصل للناس أوفردوس وممكن يأثر على الأجهزة الكبيرة في المخ اللي تؤدي إلى الإنسان يموت دوت كله بيقدي لإيه؟ بيقدي ليه النتائج النتائج دي نتائج وخيمة جدا على العقل على النفس على الجسد على العلاقات على العمل على الفلوس على الدراسة على الأمان وعلى تحقيق الأهداف في كل مرة هنكون بنستعرض تأثير من التأثيرات دي هنكون بنتكلم على كل الحاجات دي العقل مش بيسلم النفس ونفسية الإنسان مش بتسلم الجسد كل الحاجات دي ممكن تسبب حاجات كتيرة جدا زي ما قلت ممكن تؤدي للموت العلاقات الإنسان بيخسر علاقات كتيرة جدا بسبب الأمر دوت العمل الفلوس الدراسة تحقيق الأهداف كتير من الناس حياتهم كلها بتلتف حوالين الإدمان إن هو يلاقي المخدر أو إنه يتحاشى الانسحاب فبتبقى حياته كلها بتدور وبتلف حوالين الموضوع دوت طبعا صحته اتعدمت نفسيته متألمة حاسس بالعجز وحاسس كمان بالعبودية فطبعا مش بس ما فيش أهداف بتتحقق أمان بيروح علاقات بتتقطع دراسة بتقف شغل بيترفض منه حاجات كتيرة جدا بتحصل دوت بيقدي لإيه بقى بيقدي بالإنسان إنه يوصل لي الصفر تاني إنه برضو يبقى بيحس بالألم بيحس بالألم لما المخدر دا يروح لما التأثير بتاع السلوك بيروح أو إنه بقى عنده فقدان لللزة بس دلوقتي بقت مضاعفة ليه؟ لأن المشكلة الأولانية ما تحلتش المشكلة الأولانية ما تحلتش لكن الضف عليها مصايب كتيرة جدا تانية فبقى النهاردة مش بس بيتعامل مع المشكلة اللي تركت في الأول وما تحلتش لكن ده كمان بيتعامل مع النتائج لكل اللي حصل دوت ولكل السلوك دوت وما يؤدي إليه من مضاعفة المشاكل مشكلة الأولانية ما تحلتش واضافت عليها حاجات كتيرة جدا بعضها ممكن يكون تأثيره دائم وتأثيره مخيف جدا على حياة الناس طيب زي ما قلت هبتدي أمسك الجزء الأولاني اللي هو أنه فقدان اللزة أو الإحساس بالألم طيب الشخصيات اللي أنا هتكلم عليها النهاردة بطريقة عملية جدا هي شخصيات مش معناها أن كل الناس اللي بتختبر اللي أنا هقول عليه دوت هيدمنوا في الآخر ليه لأنهم ممكن ما يتكعبلوش في حاجة تدي لهم الحل دوت لكن لو تكعبلوش في حالة بتدي لحل دوت بيبقوا شخصيات سهل جدا أن هي تدمن شخص سهل جدا أن هي تبقى هكدة على الأدوية على المنومات على المخدرات على كل الحاجات التانية الأولانية هي الإحساس بالألم نتيجة الجروح نتيجة الجروح الجروح دي بتيجي منين أول حاجة من سوء المعاملة عايز أقول لحضراتكم أنه كتير جدا من الناس اللي بيعانوا من الإدمان بيعانوا من أنهم اتعاملوا بطريقة وحشة جدا كتير منهم اتعرض للأبيوز سواء وهو صغير وهو كبير من زملائه في المدرسة من بيته يعني اتحطهم في أجواء كلها ضغطت عليهم وكان الضغط دا دايما بيؤدي إلى أن هم يتعاملوا بطريقة وحشة البعض ممكن يكون عنده عاها مثلا البعض ممكن يكون مش بيتكلم بطريقة معينة البعض ممكن يكون شخصية مش منزوية أو شخصية ضعيفة أو غيره أو غيره الحاجات دي كلها بتخلي سوء المعاملة دا يحط جوه الإنسان إحساس هائل وضخم جدا بالجروح ليه؟ الطفل وهو طالع دا زي عجينة طرية عمال تدوس عليها بصباعك وعمال تحط في العجينة دي هتكبر وهتستوي على الشكل اللي تحطت عليه علشان كده الجروح دي بالذات الجروح بتاعت الصغر طوال من أكتر الحاجات اللي بتخلي الإنسان عنده استعداد للإدمان نمر اتنين عدم الإحساس بالإيمة عدم الإحساس بالهدف ناس كتيرة خالص الحكاية دي بتكون أحد الحاجات اللي الدنيا ماشية ما هواش عارف هو رايح فين حاسس إن هو ريشة في مهاب الريح حاسس إن هو فاقد القدرة على التحكم في حياته فبالتالي جات حاجة زي الإدمان لطشته ما هو فاقد التحكم بس هو يلاقي حاجة إيه تبسطه ولو شوية الناس اللي اتعرضوا للانتهاك الجثماني أو الشعوري أو الجنسي الناس دولة معرضين جدا 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 من أكتر الناس بالذات اللي بيحصل لهم اللي بنسميه sexual abuse أو إن هما يتعرضوا لانتهاك جنسي سواء وهم صغيرين سواء وهم في بداية التين ايج أو السن البلوغ دي بتسيب أثار فظيعة جدا جوا النفس لكن كمان التهكم الإزاء الجسدي الحاجات دي كلها بتدي شعور عميق جدا جوا كل واحد وجوا كل واحدة إنه هو ملوش أي أهمية إنه فاقد الكنترول وعملت حطه جوا جروح الجروح دي حلها مش موجود دي عملت ضيف بعضها على بعض كمان فقدان الانتماء الأسري دي برضو حاجة من الحاجات المهمة جدا والإهمال يعني مش بس الأبيوز بمعنى الانتهاك وبمعنى أنه تعمل حاجة فعلا وحشة في الواحد لكن حتى الإهمال حتى إنه هو يعني وجوده زي عدمه وجوده زي عدمه هو مش مؤثر هو هامشي جدا في حياة العيلة دية والعيلة دية فقدة أي نوع من الانتماء الحاجة التانية الإحساس بالألم نتيجة لنظرة الإنسان عن نفسه اللي بنسميها السيلف إيميج يعني الصورة اللي الإنسان مكونها عن نفسه الصورة العميقة قوي اللي بتأثر على اخترياراته بتأثر على قراراته بتأثر على المواقف بتاعته دية مرتبطة بإيه؟ أنا شايف نفسي إيه؟ أنا مش نافع أنا عمري ما هقدر أرضي الناس اللي أنا عايز أرضيهم أنا عمري ما هقدر إن أنا أحقق أي حاجة في حياتي اتقلوا الكلام دوه طول ما هو عايش طول ما هو بيتحرك على طول بيسمع دايماً النيجاتيب فالشخص دوه فكرته إيه عن نفسه؟ إنه ولا حاجة إنه مالوش إيمة هل تفتكروا دوه إحساس لطيف وجميل لما بيتعامل مع الإنسان وبيبقى مزمن دوه ما بيتركش جوه الإنسان فراغ هائل وإحساس شديد جداً بالألم طبعاً بيعمل كده ما عنديش حاجة ممكن تخليني أبقى محبوب أبقى مرغوب أبقى علي العين أبقى حد بي راضي إنه هو يبص في خلقتي كمان الحاجة التالتة الإحساس بالألم نتيجة لنظرة الإنسان للحياة بطريقة عامة وهنا بقى تيجي الأمثلة وتيجي الحكمة اللي خدناها من أهلينا تيجي الحكمة اللي عمالين نسمع عنها طول النهار في الأمثال الشعبية الحاجات دي بتمثل الفكر العام للكلشر أو الفكر العام للثقافة اللي الإنسان عايش فيها مثلاً زي الحياة فانية يتعيشها مرة واحدة هنا في قيم القيم دي اتحطت جوه الطفل الصغير شاف أهله بيكلموا بالطريقة دي شافهم بيعيشوا بالطريقة دي فبالتالي إذا كانت الحياة فانية وتعيشها مرة واحدة يبقى عيشها مبسوط لو أقدر كله بيمثل على كله الناس مفيش حاجة حقيقية مفيش حاجة صلد مفيش حاجة أتمسك بيها وأشعر أن هي بتمثلي نقطة رجوع حاجة أقدر أقيس من عليها الصحة والغلط وحاجة أقدر أقيس من عليها إن أنا ممكن أصدق إيه؟ ممكن ما أصدقش إيه؟ الحياة كتبة كبيرة الدنيا ملهاش أمان أنا جمعت الحاجات دي من كتير جدا من الحالات اللي أنا بعالجها وإزاي إن الحاجات دي كانت مؤسرة جدا فيهم الإحساس الشديد بالأمان الإحساس إن الدنيا ملهاش أمان سواء إنه الناس تعرضت لي ظروف طبيعية ظروف مناخية ظروف ليها علاقة بموت ناس أحباء ليهم اتعرضت نتيجة خيانة نتيجة انتهاك نتيجة الحاجات دي كلها الإنسان بيبقى عنده زي ما بيقولوا إيه ويرلد فيو ويرلد فيو يعني إيه؟ يعني العدسة اللي من خلالها بيشوف كل حاجة العدسة دي ممكن تكون مغبشة فكل حاجة هتبان مغبشة بالظبط زي أي حد يكون عنده كاتركت مثلا أو عنده مية بيضة لما العدسة بتغبش فبيبقى مش قادر يشوف الدنيا ومش قادر يشوف الناس ومش قادر يشوف النور مش قادر يشوف حاجات كتيرة قوي ليه؟ لأن العدسة عليها غيام أو لأنه لابسنا الدرسة أو 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 الورد فيو دوت أو الطريقة الإنسان المجسات بتاعته اللي بيختبر بيها الحياة كلها إيه الأولويات بتاعتها إيه القيم بتاعتها يا حاجات عميقة اللي وحن بيقعدش يقولها الروحه يا حاجات بيستشفها من هو صغير من ردود أفعال أهله على شيء صعب حصل أو فشل أو مصيبة أو موت أو غيره أو غيره الدنيا ملهاش أمان الحياة فرص الحياة فرص بمعنى إنه الفرصة ما بتجيش غير مرة واحدة يا لقفتها وتعاملت معاها يا راحت عايز أقول لكم كتير جدا 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 من الشباب اللي طلعين محدش في البيت قال لهم يا جماعة روحوا إدمنوا لكن هم دايما بيسمعوا إن الحياة فرص دايما بيسمعوا إن ممكن تعمل حاجات كتير قوي في ظروف خاصة لأن الفرصة جات لك ولو أنت ما خدتهاش غيرك هيلقفها فالحاجات دي كلها بتخلي عند الأولاد دولت والناس دولت إن الحياة فرصة فلما بتجي فيها فرصة يشعشع ودماغه تضرب من كتر الهروين ويبقى عنده إحساس شديد جدا بالنشوة أو إحساس شديد جدا بالبهجة وبالفرح دايما إيه اللي متكون فيه كيانه من الداخل إن الحياة فرص فبالتالي لو أنا عندي الفرصة دية أنا هروح عليها مش عارف إنه هو بيحط رجله في مصيادة المصيادة دية قد إيه بتدمره بعد كده نأكل ونشرب لأننا غدا نموت بفتكر كنت بتكلم مع أحد السيدات المتقدمات في السن وبتكلم معاها وبقول لها عن يعني أبديتك وحياتك مع ربنا والغير وغيره فردت عليها رد عجيب قوي قالت لي إيه قالت لي يا ابني مانا لما موت هو أبحث بحاجة أنا عارف إنه ناس كتيرة يمكن يعني هي كانت أمينة جدا في إنها تعبر عن الفكر اللي جواها عايز أقول لحضراتكم إن كتير جدا عايشين على الأرض وبالنسبة لهم الموضوع هو الدنيا اللي أنا عايش فيها وطالما إن الدنيا دي موجودة وأنا موجود خلاص يبقى كل حاجة ماشية كويس نأكل ونشرب لأننا غدا نموت الحب لي تمن وما فيش حاجة ببلاش دي السكيمة دي طريقة دي طريقة التفكير كتير قوي من الناس ما بيقدروش يتعاملوا مع ربنا ولا نعمة ربنا لسبب إن هم عمرهم ما جربوا حاجة في الدنيا ملهاش تمن عشان كده لما بيجيب نمرة حلوة ويتفوق بيعملوله حفلة وأهله بيدوله جوائز لكن لو أخفق لو تكعبل بيتقارن بابن عمته وأخوه الكبير وغيره بيوصف بكل الأوصاف اللي تخلي دايما عنده إحساس بأنه أنا لازم أعمل حاجة تمنها أن أنا تقبل أنا لازم أعمل حاجة تمنها أن أنا أبقى محبوب دايما في مقايدة دايما في مقايدة الحاجات دي كلها القيم دي كلها لما بتكون متقصلة دي من الحاجات اللي بتخلي ناس كتير قوي تدمن مش بس تدمن على المواد لكن تدمن على سلوكيات كده مختلفة تكلها ولعة ولا تروح لغيرك الحاجة كمان هي الرغبة في اللزة السريعة خلي بالكم أن فيه متغيرات اجتماعية كبيرة قوي نفس الثقافة اللي احنا بقين عايشين فيها النهاردة الثقافة دي نفسها بتهيأ الأرض أن الإدمان يزيد ويكتر كل حاجة النهاردة بقت سريعة حضرتك ممكن تروح للسوبر ماركت تجيب حاجة تحطها خمس دقايق في المايكرويف وتاكل أكلة بعدما كان أهالينا بيقعدوا طول النهار ومماتنا يقعدوا يعملوا النهاردة في خمس عشر دقايق بيجيب كل حاجة تبقى جاهزة بقى كل حاجة فيها درايف سرو بتعدي على مكدونالد بالعربية وتاخد السندويتش وتمشي ففي دايما حاجة بتقول أنه لما أكون عايز حاجة أقدر أخدها بسرعة فبالتالي فبالتالي إذا عندي فرصة أن أنا أوصل لحاجة بطريقة سريعة يبقى هاخدها لأنه جو العام بتاع المجتمع ماشي ناحية كده حاجة كمان هي الكمبيتشن أو الإحساس دايما بأن أنا بتسابق مع الناس بتسابق مع غيري بتسابق على شغلانة بتسابق على إنجاز الحاجات دي كلها الروح بتاعت المنافسة دي بتخلي الإنسان عايش دايما في استرس عايش دايما بيجري عايش دايما وهو خايف أنه لو ما سهرتش الساعة دي لو ما لو ما عملتش الدور الفلاني لو 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 يبقى هتضيع مني وهتروح لغيري الاسترس الشديد ده بيخليني أعمل إيه طيب أنا محتاجة أنا نصهر طول الليل ماشي أخد أمفيتامينات تفضل مخلياني صحي طول الليل لو أنا واحد يمكن دي منتشر قوي مع الناس اللي هما بيسوقوا التركات اللي بروحوا من ولايات لولايات تانية أو الناس اللونج ديستانس إن هو تلاقيهم دايما حطين إيه الأمفيتامينات دي أو بيسموها سبيد أو الحاجات دي كلها بتخليهم مسحصحين فبالتالي بيلتجئوا علشان خاطر يقدروا يقاوموا المتطلبات بتاعة الحياة ليه لأن الحياة كلها منافسة ولازم أجري وراها نمر أربعة هو الإحساس بالألم نتيجة لنظرة الإنسان عن الله وفي الحقيقة أنا نفسي يعني أركز شوية على يعني أحب أن أنا أركز قوي على الموضوع دو الصورة اللي بنفكر فيها في ربنا إحنا في الشرق في الحقيقة ناس متدينين يعني إيه ناس متدينين يعني ناس دايما في عرفنا أنه ربنا وعباته أي دين أي غيره شيء مهم جدا وشيء أصيل من الفابريك بتاع المجتمع دو من من الكينونة بتاعته من الحاجة المهمة قوي اللي لازم تخش في كل حاجة في حياتنا لكن إذا كنت أنا طالع ودايما في مخي أنه ربنا بعيد ده مولا قاسي بالزبط زي الشخص اللي خد يعني الله هتكلم على الوزنات فقال لني فيه واحد واخد وزنة فكر عن ربنا أنه هو مولا قاسي دو تخلته يعمل ايه يتصرف بطريقة معينة رغم أن إحنا متدينين كشعب في الشرق وحتى لما بنخرج بره البلاد الأغلبية بيستمروا في حالة التدين دوت لكن دايما عندنا ربنا إحساس أنه ربنا ده مش مفهوم هيعمل اللي هو عايزه في الآخر ومفيش قواعد تقدر تحكم أي شيء ما عنديش أي نوع من الأمان من ناحيته هو كيفين ربنا كان لما حصل لي كذا وكذا دايما فيه إحساس شكاية هل بنطلع نقوله على التلفزيونات لا طبعا حاشة هل بنقوله لبعضنا حاشة هل بنقوله لنفسنا أحيانا كتيرة جدا بنكتم عليه لكن هو فعليا عميق وقوي جدا جوانا بالذات أن ربنا ملوش أمان وأنه طرق غير مفهومة وأنه أمكر الماكرين وأنه في الآخر يعني يتصرف بطريقة بالنسبة لي أنا عشوائية جدا الحاجات دي كلها بتخلي الإنسان يبقى مستمر في حضور الكنيسة بيروح لأماكن العبادة بتاعت الدين بتاعه اللي بيتدين به ولكن من جوه من الأعماق الله ده مش مصدر لزة خالص الله ده بالكتير قوي تبقى عايز تتحشاع علشان خاطر ما يخربش بيتك علشان خاطر لما تبقى محتاج وانت مزنوق في الامتحانات تقدر تلاقي حاجة تعملها علشان خاطر لما تحصل مصيبة ويبقى ربنا يسطرها لكن الجو العام العلاقة مع الله علاقة مقطوعة مش موجودة حاجة مهمة جدا ويمكن دي برضو من خبرتي في مع الشباب الصغيرين كتير قوي بعالج شباب صغيرين من خلفية مصرية أو عربية ويتقال لي أنا مش عارف إيه اللي حصل له الولد ده ده شماس ده في الكنيسة من هو صغير ده حفظ كل الألحان ده ما كانش يفوت قدس ده كان بيجي معانا ده الولد ده كان مش ممكن وبننسى أنه خبرة التدين الشديد بلا عشرة شخصية مع المسيح بتحط جوه الإنسان رغبة وانتظار للوقت اللي فيه يتمرد على كل قالب تحطله لأن اللي تحطله قالب مش علاقة حتى علاقته بأبوه أمه برضو علاقة أوالب ما شافش ربنا إلا من خلال المظهر مش من خلال العلاقة والعشرة الشخصية اليومية ما تكونش بينه وبين الله علاقة حب فيه تعبير حلو قوي بيقوله بالانجليزي وحب بقوله لحضراتكم بيقوله ايه بيقوله انه rules without relationship rules without relationships يعني ان يكون فيه قواعد والقواعد دي مش مبنية على علاقة produce rebellion بتخلي يحصل تمرد يبقى rules without relationship produce rebellion بتعمل تمرد ده على فكرة اللي بيحصل مع ناس كتير قوي انا بس عايز ان انا علم ان انا رحت الكنيسة او ابني راح الكنيسة او كده او كده لكن لما باجي اصاد لزة اللزة دي اتأكبر بكتير جدا من اي حاجة تاني شفتها انا مش قادر ان انا احصل عليها في حياتي ايه اللي بيحصل انا بس تجيب للي بيجيبلي اللزة ليه لان كل ده كمان الباقي ما هو موجود احنا ناكل ونشرب لان انا غدا نموت انا بعمل كده علشان خاطر ارضي اهلي واخد احساس بالانتماء لكن وانس مبقيتش محتاج لده قوة قوي ومحتاج انتمي لاصحابي هعمل اللي يبسط اصحابي صح يبقى خبرة التدين الشديد اللي من غير عشرة شخصية عشان كده مهم او يا جماعة ولادنا ان يكون لهم عشرة حقيقة بربنا مش مجرد مجرد شكل بلا مضمون الالحاد كمان الالحاد العلمي او الالحاد العملي وفيه فرق كبير ما بين الاتنين فيه ناس في المدارس بتاعت برة بيدرسوا انه الانسان ده اصله ارد طبعا مش عارفين اللي لسه فيه ارد مع انه مفروض كانوا كلهم يبقوا بني قدمين لكن يعني بسرعة كده الالحاد العلمي دوت اللي مبني على نظريات التطور ومبني على الحفريات ومبني على غيره على غيره على غيره بيتجاهل تماما مع انه لازال نظرية لازم يبقى فيه خالق فبالتالي بيوصل الانسان انه ايه طيب يبقى انا مش بس بقى عندي الامكانية دلوقتي ان انا اختار وقرر او حتى وانا صغير اعمل من وراء اهلي اي حاجة لانها بتجيب لي لزة لكن ده كمان احتمال اصلا ان ده يعني حاجة ما تكونش موجودة اصلا وبالتالي انا معزب نفسي على ايه الالحاد العملي معناه ايه معناه ان الانسان يقولك اه طبعا ربنا موجود ده اصعب على فكرة من الالحاد العملي العلمي لان الالحاد العلمي على الاقل واحد ارى شاف نظرية سمع محاضرة اتقل وكذا يمكن ما كانش جاد في ان هو يشوف ايه الردود على كده وايه الحاجات اللي بتؤكد عكس كده وعدم منطقية اللي هو ارى وشافه لكن فيه ناس الالحاد العملي عندها هو انه ربنا طبعا موجود وحاشة لله لكن هما في حاله وانا في حالي ملوش دعوة انا باختر ايه امانية وطموحاتي مبنية على الفرص المتاحة لية الالحاد العملي من اكتر الحاجات اللي فعلا بتخلي الانسان عنده الاستعداد للإدمان حاجة كمان من ناحية نظرة الانسان ربنا هي العصرة في الخدام العصرة في الخدام اللي مفروض ان هما يكونوا المنظر اللي بيعكس مين هو ربنا ومين هو المسيح واتمنى اتمنى من كتير من اللي بيسمعوني النهاردة من الناس اللي هم مسئولية ومسئولية عن ناس وعن ارواح وعن خدام انه فعلا حسقيال 33 وحسقيال 34 بيكلم على الرعاة اللي رعوا انفسهم اللي كان بالنسبة لهم الرعاية ما هي الا وقود وقود لكرامتهم وقود لتصلتهم وقود لأي حاجة الناس على فكرة يا جماعة ما بقتش الناس ممكن تهاود لكن من جوه خلاص خدت انطباع والانطباع دوت مش بس بيتوقف عن حدود العصرة في الخادم او المسئول او 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 لكن للأسف بالذات بالنسبة للصغيرين او بالنسبة للناس اللي معندهمش فعلا علاقة حقيقية بربنا مجربوهوش مدقوهوش ايه اللي بيحصل انهما بيبقى من جواهم بس منتظرين الوقت اللي يقدروا فيه بدون خوف انهما يعلنوا عن تمردهم على كل هذه الاشكال وكل هذه الصور التدين ما بيغيرش الناس لكن العلاقة هي اللي بتغير والعلاقة دي بتخلي الانسان يعمل كل مظاهر التدين بس بطريقة مختلفة وبطعم تاني وبلزة مختلفة عشان كده الله نفسه يمكن لما نتطور في الحلقات بتاعيتنا نتكلم عن حاجات كتيرة قوي زي يعني ايه تلزز بالرب يعطيك سؤال قلبك يعني ايه انه الله نفسه بيقول لذاتي مع بني آدم هو اللي خلق المخ دوت لما بيتعرض لللزة بيكتذب اليها هو نفسه بيقول ان هو عنده لزة كثير من الناس بالذات احبقنا المسلمين اللي يمكن ممكن يتكابلوا في سفر من اصفار كتاب المؤدس زي سفر نشيد الانشيد ممكن يحسوا انه الطريقة المكتوب بيها السفر بتتكلم عن امور صعبة جنسية وحب وغير وغير وكأنه فيلم غرامي فعلا بس دي حالة النفس اللي بتحب ربنا جدا عشان كده نفس الرسول بوليس يكلم ويقول انه من التسق بالرب يصير معه روحا وحدة يعني ممكن نوصل للحد دوت مع ربنا ممكن بنعشقه وبنحبه ومستعدين نعمل اي حاجة ده مش مجرد ان انا بنفذ اوامر علشان خاطر يا اما ارضي ضميري يا اما ارضي غيري يا اما يبقى لي منظر لا دي عشرة ولزة اللزة دي لو موجودة بتدي نوع من الحماية لي لانه لما في كلامنا في حلقات قادمة نتكلم على مفهوم اللزة في العلاقة مع ربنا هنكتشف انه الله فعلا فعلا اللي خلق هذا العقل عنده استعداد اصيل للادمان عمله علشان خاطر نقدر من خلال ادماننا للعلاقة معاه نشوف العالم كله بطريقة مختلفة بل ننال سلطان على كل ايامنا وعلى كل حياتنا هبقى اتكلم مع حضراتكم لما نيجي نتكلم على العلاجات الروحية في مرة جاية القدرية من اكتر الافكار من اكتر النظرات اللي عن ربنا اللي بتخلي ناس كتيرة قوي ايه تدمن ليه لو ما كانش ربنا عايزني يؤدمن ما كانش حط الهروين في سكتي ما كانش حط فلانة في سكتي علشان خاطر تسمم حياتي وتخليني ابقى عايز اسكر علشان خاطر انسى ما كانش هيحط فلان صحبي في حياتي علشان خاطر يديني اول وتاني وتالت شمت كوكايين ببلاش القدرية ديت حاجة من الحاجات اللي بتخلي الانسان يحس انه المكتوب على الجبين لازم تشوف العين فكرة تاني عن الله انه مهما اعمل مش هردي يبقى الافضل ان انا اشوف اليومين حلوين في الدنيا اشوف اليومين حلوين في الدنيا تقولي ما فيش حد بيجرؤ ان يقول الكلام ده ايوة بس دي الحقيقة اللي جوه انا بحاول افضحها قدام حضراتكم النهاردة علشان خطر ده مرات كتيرة اللي احنا بنعمله حياتنا بتتكلم اكتر بكتير قوي من كلامنا حياتنا بتتكلم اكتر بكتير قوي من كلامنا وعمر ما حد هيعيش حياة يدي فيها كل اللي عنده الربنا إلا وهو متطمن له قوي وبيحبه قوي وعارف كمان انه امين في عمل الخير لكن لو انا عندي احساس دايما ان انا عمري مهارضية انه في الاخر يا صابت يا خابت انه في الاخر يعني برضو ايه يمكن يمكن مزاجي يبقى وحش في اليوم اللي انا اموت فيه ها يوديني جهنم الافكار دي اللي موجودة عند الناس كتير بطريقة حقيقية وانا بنحاول احطها على السطح من اكتر الحاجات اللي بتخلي الناس تركزها في الدنيا وبالتالي ما يتح ليها من لزة طبعا هم مش عارفين المصائب اللي بتحصل من اللزة دي بعد كده لكن على الاقل رجليهم بتخش وبعندهم هذا الاستعداد الفولنرابيلتي ديت او الاستعدادية ديت علشان خاطر ان انا اقدر ان انا ادمن طيب معنى كده ايه معنى كده ان انا لما يجيلي حد مدمن الحد المدمن ده لو وقف دوري عند حد ان انا اعمله ديتاكس او حد ان انا اشيل السميات اللي في جسمه ده مهم جدا طبعا لانه بعض الناس لو اعراض الانسحاب كانت شديدة جدا ممكن يموتوا ممكن نتيجة استخدام الدراجز او استخدام حاجات معينة يقدموا على حاجات كتيرة جدا حاجات سلوكية كتيرة اوي 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 ممكن تؤدي الى يعني ضيع حياتهم فيبقى مهم اوي في الفترة الاولانية ديت ان انا حافظ عليه موجود ان انا حاول احافظ على كل وظائف الجسم تكون موجودة لكن عمر دوت معالج مدمن عمر ده معالج مدمن السؤال المهم هو ايه اللي خلاني ادمن هل لاني عندي احساس بالقلم نتيجة الجروح اللي خدتها من الناس ولا نتيجة نظرتي انا عن نفسي اللي تكونت يا اما نتيجة الجروح ديت يا اما عن صورة الله فانا بقيت عند نفسي شكلي ايه فبالتالي دوت خلاني متاح للإدمان هل لاني عندي احساس بالقلم نتيجة للصورة اللي عندي عن الدنيا وعن الحياة فبالتالي اول ما بتتاح لي الفرصة ان انا اختبر ان الالم دراح لا ده انا همسك وتبت في الموضوع دوت دوت يخلينا ناخد يعني استراحة بسيطة نرجع تاني اتكلم مع حضراتكم عن بقية الحاجات اللي بتخلي في استعداد للشخصية ان هي تكون لان لسه في عندنا كلام كتير تاني حابب ان انا اقوله ايه الاستعداد ايه نوع الشخصية اللي فعلا عندها استعداد اكتر للادمان من غيرها والبعض على فكرة ممكن يبقى عنده استعداد جاد جدا للادمان السلوكي ولكن عمره ما شرب مخدرات عمره ما حتى بقه خمرة ده يمكن عمره حتى ما شرب قهوة ولا شاي لكن مع كده ممكن يبقى معرض ليه حاجات سلوكية كتيرة جدا في الامار وفي الجنس وفي التسوق وفي الانترنت وفي الحاجات كتيرة خالص خالص عشان كده خليكم معانا نطلع فاصل قصير ونرجع ومع اسئلة حضراتكم نكون بنرجع في الجزء أن العازر ملفوف بالأكفان في القبر والأكفان قيود الخطية وعبودية الخطية والله بيدعو الكل إلى الحرية وتشوف الكلام ده في قناة الحرية أنتم تشاهدون قناة الحرية أهلا بيكم نستكمل إيه الشخصيات المعرضة إن هي تدمن وزي ما بقول دايما لما نفكر في الإدمان إحنا مش بنفكر بس في إدمان المخدرات أو الكحوليات إحنا بنتكلم على الإدمان بصورة عامة لأنه عايز أقول أن أغلب الناس أغلب الناس اللي موجودين على وجه الأرض بيدمنوا شيء أو آخر حاجة من الحاجات المهمة قوي هو البحث عن الحلول السريعة واللجوء للمسكنات في شخصيات ما بتحبش المواجهة في شخصيات بتميل أكتر إن هي ما يعني لو عندي فرصة إن أنا أهرب دلوقتي من الموضوع علشان خاطر أقدر إن أنا أتلاشى أي مشاعر سلبية نتيجة المواجهة فبالتالي إيه يبقى أحطها على جنب اللجوء للمسكنات مش للحلول الجزرية الشخصيات اللي فيها الطابع دوت ممكن تكون معرضة للإدمان ليه لأنه يعني في دراسات اتعامل تلاقيت إنه كتير من الشخصيات ديت ممكن فعلياً لما يكون عندهم إحساس شديد جداً بالألم أو وجع أو غيره إنه هما أسرح حاجة يعملوها يشوفوا فين الحباية اللي تضيع الوجع اللي تضيع الألم ممكن ياخدوا منها كمبينات كتيرة فاللجوء للمسكنات والبحث عن الحلول السريعة مش بس على المستوى الجسدي لكن على المستوى النفسي وعلى مستوى العلاقات ده كمان بيدي استعداد للإنسان إنه هو يدمن كمان فيه أنواع شخصيات معينة الشخصيات ديت هتكلم على بعضها دلوقتي الشخصيات دي مرشحة أكتر إن هي فعليا تكون بتدمن فيه شخصية من الشخصيات اللي بنسميها الشخصية الضد المجتمعية أو الانتي سوشيال برسناليتي الشخصية ديت متعودة إنها تستخدم الناس علشان خاطر هي تطلع عليهم يكونوا وقود لحياتها الناس دولت ما هماش أكتر من سلعة بيستخدموها ومدى علاقتهم بالناس ديت بتبقى نوع من أنواع الرصيد اللي عندهم للعلاقة مع الدنيا ومع الحياة الناس ديت ومعروف إنه جزء كبير جدا من الشخصيات ديت شخصيات بتدمن الشخصيات بيبقى فيها حاجات بعضها حاجات إجرامية لكن في كتير منهم اللي هم ما هماش إجراميين لكن بيشتغلوا بالسياسة وبيشتغلوا في مناصب كبيرة وعليا يمكن عمرهم ما دخلوا السجن وعمرهم ما بقوا مجرمين لكن هم مستعدين دايما يطلعوا على أشلاء الآخرين فيه كمان الشخصية العكس كده اللي هي الشخصية الاعتمادية أو الشخصية الخجولة جدا لأن الشخصية ديت معرضة قوي إنه جواها دايما إحساس بإنه هي مش كف هي مش على قد مسئولية إن الناس يعني يشوفوهم ويرحبوا بيهم يبقوا فعلا عايزين إن هما يعني يكونوا جزء من المجتمع دوت فدايما عندهم احتياج لأن هما يعتمدوا على حد تاني أو إن هما يبقوا بخجولين جدا للدرجة اللي تخليهم يبقوا بعاد عن الناس وفي حالة شبه منعزلة الناس دولت لما بيتح لهم الفرصة إن هما ينتموا لمجموعة مدمنين فبقى دلوقتي عندي شلة دلوقتي بقى عندي صحاب كلهم بيعملوا بيروحوا حفلات وكلهم بينبستوا كلهم بيشربوا كلهم بيحقنوا كلهم بيشموا فوسلتي للخروج من الشخصية الخجولة ديات إن أنا أكون بعتمد على السكة أو الوسيلة اللي هتجيب لي إمكانية إن أنا أخرج من الجو المنعزل بتاعي من الخجل الشديد بتاعي وأقدر أوصل للانتماء حاجة مهمة جدا كمان في الشخصيات المعرضة للإدمان زي ما بقول حضراتكم مش كل الشخصيات بتشترك في كل الصفات لكن في الصفات معينة بتبقى فعليا مهمة أوي الرعونة أو الإمبالسيفتي يعني إن الواحد يتصرف بدون تفكير الواحد يتصرف بدون ما يكون فيه فرامل لما في آخر الحلقة أقول لحضراتكم إيه الآليات اللي بتحصل وتخلي الإدمان يحصل الرعونة ديت أو الإمبالسيفتي ديت بتسهل قوي إن الإنسان يتعرض لأي حاجة ما تيجي معنا النهاردة طب أنتوا رايحين فين هتستعملوا إيه طب الحفلة هتقعد للصبح دي أنتوا تفضلوا صهرانين إزاي طيب 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 حاجات كتيرة قوي ممكن أي حد يكون بإيه يقول طيب يتوقع على الأقل إنه يبقى فيه أكيد مخدرات هيكون فيه حاجات الناس تاخدها علشان خطر تشعشع وتفضل طول الليل عندها نوع من الحماس والقوة لكن أنا ماشي أنا ماشي ليه لأن فيه الرعونة ديت ما فيه الحاجة اللي بتعدي على العقلي مش بتاخد يعني باخد تصرفاتي مش بناء على فكر فيه كمان حاجة تانية اللي هي فيه بعض الشخصيات عندها رغبة دائمة في اكتشاف الجديد مع وجود دوافع دائمة للتغيير اللي بيسموها النوفيليتي سيكينج يعني ايه فيه ناس تزهق قوي 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 من بسرعة الناس دولت دايما عايزين يبقى فيه نوع من الإصارة عايزين مش درولي الإصارة تبقى حاجة كويس على فكرة ممكن تبقى دراما يعني عايزين جنازة يشبعوا فيها لطم أو عايزين حاجة تخليهم ايه يبقى عندهم إحساس بالإصارة فيزهقوا بسرعة ويبقى دايما عندهم رغبة في ان هما يكتشفوا عادة بيبقوا الناس دولت برضو عندهم نوع من الرعونة فبيخلي عندهم الاستعداد ان هما يكون عندهم الإدمان انا بقول الحاجات دي ليه لانه كتير من الاهالي اللي بيتفرجوا علي النهاردة لازم نعرف انه احنا بنتعامل مع أولادنا حلوة قوي ان احنا نبقى فاهمين شخصيتهم في مرة من المرات هبقى أتكلم مع حضرتكم على ازاي ممكن اقدر اكتشف شخصية طفلي ازاي اقدر احدد نقاط القوة ونقاط الضعف النقاط اللي فيها ممكن يكون عنده استعداد مش بس للإدماء لكن حاجات كتيرة تانية وايه نقاط القوة اللي انا محتاجة نميها علشان خاطر تقدر ان هي تاخد مكان نقاط الضعف دي لكن حاجة من الحاجات دي هي الرغبة الدائمة في اكتشاف الجديد مع وجود دوافع قهرية الشخص دوت ما يقدرش ان هو تلاقي كل شهرين ثلاثة ليه صاحب او ليه صاحبة كل مدة معينة تلاقيه دايما انسان نقول عليه هوائي وانسان دايما بيدور على الإصارة او انسان دايما بيسعى للدراما الحاجة كمان انه ممكن الشخصية اللي بتزهق بسرعة اللي ما تقدرش ان هي تمشي في روتين يقولك ايه ده لا انا اشتغل سيلز انا اشتغل سيلز يعني اشتغل ايه ابيع حاجة ليه هتقابل مع ناس من كل حتة ناس مختلفة كل يوم انا بتحرك مش قاعد في مكتب انا مش بروح الشغل بتاعي من تمانية لخمسة مقدرش شهر شهرين وهنفجر مش هقدر مش هقدر اعمل الشغل ده ليه ما بيقدرش ان هو يمشي في اي نوع من الروتين ما يقدرش ان هو زي يعني زي الاوتوبيس اللي عايز يلاقي حواري او شوارع او منافذ عشان خاطر يقدر يتحرك مش زي الاطر اللي ماشي على اطبان عارف ان هو عشان يطلع من مصر يروح اسكندرية لازم هيمشي ويعدي على المحطات الفلانية فبالتالي ما عندوش الاتجاه دوت عدم الغفران بتقولي اعلاقة الغفران بالموضوع دوت في الحقيقة فيه دراسات حتى اتعملت ان الناس اللي دايما من جواها بتحمل مرارة والمرارة دي تفضل تدفن جوه وتتحط جوه في الحتة المدخنقة من قلب الانسان ومن زهنه ان الناس دي معرضة قوي عند ما الزكرة دي ان هي تطلع او تنفجر لان هي ايه كابسنها حطين عليها يعني لد حطين عليها حاجة نقفلها اول ما الزكريات دي بتتعرض للانفجار دي بتبقى اكتر الفترات اللي بتخلي الانسان عنده استعداد انه يحاول باي طريقة انه يتخلص من القلم الحالي الموجود بانه هو يخدر نفسه يبقى بعيد يبقى عايش في عالم افتراضي مالوش دعوة بالعالم الحقيقي اللي هو عايزه عشان كده لا تغرب الشمس على غيزكم واحدة من علاجات الادمان لا تغرب الشمس على غيزكم كمان فيه الشخصية اللي بنسميها الشخصية الهيستيرية او الشخصية الهيستريونيك الشخصية دي بقى ايه شخصية يعني بسموها كالرفول يعني شخصية كلها الوان شخصية بتميل جدا للاستعراض شخصية بتميل جدا انها تكون محط الانظار سواء بطريقة يعني مبالغ فيها او طريقة حتى لو كانت مقززة لكن المهم انها بتلفظ الانظار مش مهم بقى ايه الشخصيات دي برضو معرضة جدا للادمان لانه ده بيساعدها ان هي تعيش في عالم غير العالم بتاعها الشخصية الهيسترية هي عادة شخصية تتميز بالفراغ الداخلي ما عندهاش احساس بالقيمة جو نفسها فلازم تعمل جو ولازم تعمل حاجة حواليها الهالة ديت هي اللي بتساعدها انها تقدر تخش في مجتمعات واماكن وتبقى محط الانظار هو عايز يكون محط الانظار لانه هو مش قادر يبص لنفسه ويحس باي نوع من الاقتناع فالشخصية الهيسترية برضو شخصية ضد المجتمعية زي ما قلت الانتي سوشيال فيه شخصيات اللي بيسموها ريسك تيكينج أو ريسك تيكرز يعني ان هم الناس اللي عندهم دافع المخطرة اللي يولد النشوة فيه ناس كتير قوي تحب انها تعمل حاجات خطر ويقولك لا ماذا بيحصل يعني الادرينالين بيهب علي كل الحاجات اللي بتسبب النشوة بلاقيها أو سموها ثريل يعني كل الحاجات ديت اللي بتسبب النشوة ديت أو تسبب بتاعت دوت نتيجة ان انا باخد مخاطر الناس ديت عندها استعداد شديد جدا للإدمان لان فيه سكتها لما بتتكعبل في حاجة يبدو ان هي كول و حتى لو فيها مخاطر وحتى لو فيها حاجات يقولك ايه يروح داخل بيصدروا فيها الشخصية ديت معرضة جدا الريسك تيكينج برسوناليتي ديت ان هي تتعرض لل للإدمان شفيه شخصية كمان عكس ده كله اللي هي الشخصية اللي عندها استعداد شديد وبتسعى بشدة للكمال وتسقط بمعنى ايه الناس دولة بيرفكشنست يعني الناس دولة جامنين بقى الموضوع دوت يعني ده حلقات كتيرة تانية مش النهاردة لكن فيه شخصيات بتسعى ب امكانية حسيسة جدا وكتير من الناس دولة تلاقيهم ملتزمين قوي وتلاقيهم قفلين على نفسهم جدا وتلاقيهم ممكن يكونوا متدينين قوي وممكن يكونوا يعني ماشيين جنب الحيط وماشيين بالورقة والقلم وبيمشوا ومدققين جدا في كل حاجة لكن هما دايما ماشيين على حبل الحبل دوت ما بين جبلين فمع كل خطوة بيخدوها هما بيخدموا خطرة ان هما يقعوا لو وقعوا الدنيا عندهم بتبقى ضاعت انا امتي في كمالي انا امتي في اللي انا بعمله انا امتي في اللي انجاز اللي انا بقدر اعمله اللي انا ماشي فيه بطريقة بيرفكت بالكامل الناس دولت لما بيخشوا في تجربة ولتكن مثلا في ظل بعض الظروف دخلوا في علاقة ناجسة مع حد دخلوا في حاجة اضطروا ان هما يجدبوا فيها وان هما يعني يزوروا ويعملوا حاجة نتيجة ان حاجة كتهدت حياتهم بيحصل عندهم نوع شديد جدا من الاحتقار لنفسهم وبيحسوا باليأس الشديد وبيقرروا انه ايه خلاص بدم انا مش قادر عيشها مية في المية يبقى يا زيرو يا مية بدم زيرو ولا مية لا ده زيرو ده كمان ايه ده هيشيل من علي حمل طويل وكبير جدا 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 فالناس دولت برضو معرضين لكده في حاجة برضو اسمها الشخصية الحادية طبعا اسم بالعربي غريب شوية اسمها بوردر لاين برسوناليتي ديس أوردر يعني الناس دولت ليهم طابع ان هما عندهم فراغ شديد جواهم الناس دي بتدمن بتدمن تقريبا يمكن بنسبة مية في المية الناس دي بتدمن بيخشوا من علاقة لعلاقة الدنيا عندهم الدنيا عندهم ما فيهاش فيها اي نوع من السوابت بيخشوا بيطلعوا من حالات نفسية متقلبة جدا وده بيتم في العلاقات بيتم في شعورهم بسهولة جدا جدا ممكن يتجرحوا بسهولة قوي قوي تلاقيين نهاردة صحبك وحبيبك وبكرة انت العدو اللي دود ليه ما بيقدرشوش يشوفوا الدنيا غير يا أبيض يسود بيقدرشوش يشوفوا اي حاجة رماضي في الوسط بيقدرشوش يشوفوا انه الناس ممكن اختلف معاك لكن بحبك ما بيقدرشوش يشوفوا كده الشخصيات الحادية ديت او البوردر لاين برضو معرضة جدا ومن اكتر الشخصيات اللي بتتعرض للإدمان في حاجة كمان برضو مهمة انه في امراض نفسية وامراض عقلية وامراض عصبية وهناخد الاسئلة حاضر انه الناس ديت عندها استعداد زي ما قلت لحضراتكم انه الهروب من الالم او فقدان اللزة يعني انا بس على لزة ومش عارفة لقيها او عندي الام شديدة جدا وعايز اهرب منها دي دوافع الكبيرة قوي للإدمان الناس اللي عندهم اكتئاب واكتئاب حاد احيانا اكتئاب مزمن مستمر تسأله يقولك انت بقى لك ايه عندك اكتئاب يقولك بص انا مش مكتئب لدرجة ان انا مثلا عايز انتحر لكن في الحقيقة العشرين سنة اللي فات وانا حاس الدنيا ملهاش طعم انا عايش ماشي او الناس اللي عندها اكتئابات حادة جدا جدا وممكن تلاقي حاجة تخرجها بسرعة من الجو دوت في حاجة اسمها الهوس الاكتئابي او معلش سامحوني في الاسماء لان هي غريبة شوية مرض بيسموه سناء القطبين المزاجي او البيبولر ديسوردر او الهوس الاكتئابي او المانيك ديبريشن الناس دولت مش زي الناس اللي عندهم مشاكل زي الشخصية الحدية ديت اللي قلت عليها لأ دولت فعلا ما عندهمش ترموستات للمزاج بتاحهم وما عندهمش كنترول عليه وبيعدوا بفترات يا اما الدنيا تبقى روزي وزي ما قلت يعني الجو بديع والدنيا ربيع وما فيش بعد كده وممكن يتطور الامر معهم ان هم يبقوا حاسين ان عندهم قدرات خارقة ويبتدوا يصرفوا حتى لو مش معاهم فلوس على كريدت كاردز ويبتدوا يشتروا حاجات كتيرة ملهاش لازمة وعندهم احساس شديد جدا بالنشوة احساس شديد جدا بان هم مش محتاجين يناموا يتكلموا كتير ويعني عندهم نشاط زائد جدا على كل مستوى ومرة واحدة يروح واخد غطس نازل بقى الى اسفل سافلين الدنيا كلها تضلم ويبقى عنده ميول انتحارية شديدة يبقى بينام كتير قوي او مش عارف ينام بس تعبان جدا لانه مش قادر ينام ما عندهش قدرة على التركيز ما يقدرش يعمل اي حاجة يمسك اي حاجة بيقرها مش فاهمها الناس دي برضو من اكتر الامراض العقلية ده نمر واحد في الحقيقة من اكتر الامراض العقلية اللي نقدر نقول انه اكتر من سبعين في المية من الناس اللي عندهم المرض دوت بينتهوا انهما يدمنوا يدمنوا اي نوع من الانواع ومرات كتيرة يدمنوا الحاجات اللي هي تشعشع لانه لما بيكونوا عليين اوي مرات الدنيا بتفلت وتلاقيهم بتصرفوا تصرفات بتقدي الى خسائر كتيرة على مستوى العلاقات او غيره يعني على المستوى الاخلاقي او هم دي بريسد او عندهم اكتئاب شديد وده على فكرة غير الاكتئاب العادي او الاكتئاب المرض يعني وان كانت مظاهر الاكتئاب موجودة لكن مش ده مرض مختلف تماما وعلاجه مختلف خالص واحيانا مضادات الاكتئاب ممكن ان هي تخلي الانسان يعني يتغير مزاجه بطريقة مرضية كمان الحاجة اللي بيسموها الـ ADHD انا بحاول استخدم التعبيرات العربي المشهورة عنها اللي هي الحركة المفرطة وضعف التركيز ناس كتير قوي جايين يقولولي انا شخصه ابني بين عنده كهرباء زيادة في المخ هم قصدهم ان العيال ديت متقعدش على حيلها في حتة وتلاقيها بتتحرك بطريقة يعني مفيش هدف للحركة غير انه هو جواه مطور والمطور دوت هو اللي بيحركه ما بيقدرش يركز ما بيقدرش يعمل الواجب بتاعه دايما يميل للتأجيل يميل انه هو يهرب من المسئوليات بتاعت الدراسة مثلا تلاقيه مش قاعد على بعضه خالص في المدرسة وغيره 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 وعلاج المرض دوت هو ان احنا بنتديه طبعا تحت اشراف طبي انفيتامينات علشان خاطر تقدر تعمل نوع من التحفيز للخلايا المسبطة او الخلايا اللي بتخلي الواحد يهدى ويتخلي الواحد يقدر يركز لكن الناس دولات معرضين جدا لو ما خدوش ادوية صح انه هما يدمنوا ليه لانهما دائما بيدوروا على حاجة الحاجة دي تصلح اللي عندهم فاول ما يروحوا ويلاءوا مثلا الماث او السبيد او الحاجات اللي زي كده اللي هي الانفيتامينات اللي بتتبع في الشارع مرة واحدة تلاقي انه ايه ركز بدأ يفكر ويحس انه كتير من القلق اللي جوا راح عكس ما نتخيل عكس ما نتصور لانه فيه تركيبة معينة للمخ مختلفة فيبتدي يدمن ليه لانه بنسميها سيلف ميديكيشن يعني هو لقى الحاجة اللي الداوي اللي عنده ناس كتير يقولك انا لما بضرب لي الحقنة بتاعة الماس او السبيد ولا بدخن انا بحس ان انا رجعت كاني بني ادم طبيعي تاني الناس ديت لو ما تعالجتش وبالذات من الصغر والناس اللي خايفين من العلاج دوت عايز اقول لحضراتكم لو الاولاد دولت ما تعالجوش استعدادهم لادمان لما يكبروا اكتر ميت مرة من ان هما ممكن يدمنوا على الادوية اللي هما بياخدوها تحت اشراف طبيب في الاغلب الاعام انه اكتر من 95% منهم لا يدمنوا الموضوع دوت كله الحالات اللي يسموها حالات الهلع او البانيك اتاكس اللي فيها الناس بتشعر بطريقة غامرة بحالة شديدة من الخوف وتحس ان هما كأن هما يعني هيموتوا او غيروا برضو الناس دلات معرضة ان ده يحصل علشان خاطر يحاولوا يهدوا كل حالات الهلع اللي بيجولها عدم النوم المزمن الناس اللي ما بتنامش وعندها اسباب طبعا ده موضوع كبير الناس اللي عندهم اسكيزوفرينيا او الانفصام ده غير الفصام بقى الفصام دوتهم ناس ما بيقدروش ان هما يتعاملوا مع الالم الشديد النفسي فبيضطروا ان هما يعملوا حاجة اسمها دي السوسياشن يعني يبتدوا يعيشوا في عالم افتراضي ولما يعيشوا في العالم الافتراضي ده يتصرفوا بطريقة تانية خالص كأنهما شخصيات غير الشخصيات العادية وممكن يسفروا بلاد ويروحوا حتت وبعد كده لما يفوقوا يروحوا مع عارفين ده ايه اللي حصل دول برضو معرضين للحكاية دي لانه محاولة الانسان ان هو يخلص من الالم بتاعه الدراجز بتسهل ان دوت يحصل كمان الناس عندهم الاصابات في النخاع الشوكي او حاجة اسمها traumatic brain injury الاصابات اللي هي بتحصل للمخ في الحوادث او الحبل الشوكي حالات الصرع وغيره حاجات كتيرة من الحاجات دي ممكن تخلي الانسان عنده استعداد ان هو يبقى عنده دوافع للإدمان طيب الحاجة الاخيرة اللي عايز اتكلم عنها بسرعة جدا هو وجود المحفزات او العوامل المرسبة اللي بنسميها precipitating factors يعني ايه؟ يعني الحاجات التانية دي اللي موجودة دي حاجات مهيئة لكن الحاجات المرسبة هي الحاجة اللي انا دلوقتي بتحصل لي فتخليني ابتدي اروح ايه؟ محتاج دلوقتي ان انا استعمل اي حاجة زي وجود وقت ضايع ناس كتيرة متقدرش تستحمل الفراغ او تستحمل ان اصحاب كتير كان كل حياته هي شغله الزهق من الفراغ الوقتي الفراغ العاطفي الوحدة الغضب الشديد اتكلمت على عدم الغفران الرغبة في الانتماء الرغبة في الاستقلال عدم الاعجاب بشكل الجسد تعرفوا ليه كتير قوي من البنات بيقرروا ان هما يشربوا سجاير لان هما عارفين ان هما دوت هيسبب ليهم نحافة وان هما هيفقدوا وزنه هيبقى عندهم نفسهم مش رايحة على الاكل عشان كده ناس كتيرة قوي من اللي ما بتقدرش تبطل سجاير بيبقى السبب ان هي خايفة علشان خاطر يقولك انا وزني هيزيد احساس الرجولة اه لا لانا لما عملتش كده مش هابقى راجل يعني مش هابقى زي بقية الناس واللي معايا مشاكل في الشغل والعلاقات الزكريات الزكريات المؤلمة بالذات لما بتصل الى حد الانفجار وتكون مختفية تماما فيه ناس كتير قوي ممكن يتعرضوا للإزاء الجسدي او الجنسي وهم صغيرين والموضوع يترمي فرقنا ويتقفل عليه باب حديد لانه حتى محاولة الاقتراب بالوعي العادي للموضوع دوك ممكن يسبب نوع من القلم الانسان غير قادر على تحمله بالضبط زي ما الناس اللي بيجي لهم صدمات عصبية نتيجة القلم الشديد فيه مثلا حدثة في غيره فيه ناس بتموت بس من شدة القلم لانه بيحصل نوع من الشلل لكل المراكز العليا اللي في المخ نفس الشيء ممكن يحصل عن طريق الألام النفسية خبرات فشل شديدة فيه أمراض بتصاحبها ألام مبرحة بتخلي الناس عايزة أن هي تعمل كده فيه مشاكل شديدة بتحصل بطريقة مفاجئة ويشعر الإنسان قدامها بالعجز فيحاول دايما أنه يهرب من أنه عايزة أكون في عالم افتراضي دلوقتي الحاجة الأخيرة هي سهولة وجود الكحوليات والمخدرات كحل سريع الإحساس الشديد كمان بالتعب ممكن يخلي ناس تبقى برضو بتدمن أنا عارف أن فيه سؤال جه بنت عندها 18 سنة مدمنة لأكتر من نوع مخدرات البنت رفضة تتعالج وولدتها بتحاول معها عايزة توديها يعني عايزة توديها لأي حاجة تساعدها هل ده كويس حاجة اسمها هيلب لاين طبعا أي حاجة ممكن تحاول تقنع مشكلة لابن يجي نتكلم عن الحلول أنه المخ نفسه بيتعود على نوع معين من اللزة اللي ما بقدرش أنه يتخلى عنها وإزاي تتعامل معاها لو رفضت العلاج لو الأم ديت موجودة هنا أنا عارف أن احنا هنا محدش بيقدر يضرب حد على إيده وناس كتيرة جدا عندهم مشاكل لأنه ولادهم كبروا ولسا عادين معهم في البيت وأدمنوا وسابوا درستهم وبقوش بيروحوا شغلهم وبقوهم عطلين وما بقوش يعني لا يستحموا ولا يعملوا حاجة ولا يهتموا بحياتهم العادية ولا أي شيء خالص دي حالات صعبة يعني كل ما يمكن عمله لأن احنا نعمل تحفيز يبقى شيء كويس مرات كتيرة زي ما بيقولوا الإنسان لازم يصل إلى القاع لأنه لغاية لما بيصل إلى القاع بيبقى دايما عنده إحساس إنه لو المرة ديت حاولت لو الشمة ديت لو العلاقة ديت لو 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 فبالتالي عنده نوع من الأمل أول ما الواحد بيوصل زي ما بيقوله راك بطم يعني يوصل للأعر للقاع لخلاص ما فيش بعد كده بيبتدي الإنسان إنه هو يحس بي إنه يعني يبتدي على الأقل يبقى عنده رغبة في العلاج وكتير منهم بيبقى أصلا نيائس من الممكن ده يحصل من كتر ما حاوله بس حاوله غلط عشان قاطر كده ممكن تقولوا لهم إنه يمكن حاولت غلط النهاردة فيه حاجات كتيرة فيه وصفات جديدة فيه إمكانية جديدة لإنه إحنا مش بس هنعالج إحنا هنعالج كمان الجزور مش هنعالج بس الملامح البرانية عايز بس السلايد ده أقول عنه بسرعة شديدة جدا إنه فيه دور للوراثة الدور ده ممكن يصل إلى 50% من بعض الحالات وغالبا من لقيها في الناس اللي هي مدمنين للكحليات والبعض الأنواع من المخدرات فيه تأثير للبيئة المحيطة يعني أنا النهاردة لو طلعت وأنا ولد صغير وعندي نوع من التصالح مع التدخين لأن أبويا أمي بيدخنه لأنه أبويا بيجيب الشيشة وقعدي كركر كل ليلة لأنه دايما عندنا حفلات والناس كلها بتذكر الحاجات دي كلها بتدي نوع من المصلحة مع الأمور دي ففيه تأثير كبير للبيئة المحيطة وطبعا توافر المدمنات بالذات في المدارس وفي دلوقتي السن بتاع البداية بدأ ينزل إلى 19 و11 سنة والكلام ده مش بس موجود في البلاد الغربية لكن ده حتى في بلادنا ومع أطفال الشوارع ومع حاجات كتيرة جدا من سن صغير جدا 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 النهاردة بدأت العملية تبتدي لشان كده عايز أقول أن الوقاية خير من العلاج الوقاية خير من العلاج وإن شاء الله في حلقات قادمة هبقى أتكلم عن الموضوع ده يمكن دوت بيمثل لحضرتكم الحاجة اللي كلمت عنها المرة اللي فاتت وهي الهرم أولويات الإنسان عايش ليه هخلي الموضوعات دي أتكلم عنها بالتفصيل في حلقة قادمة ليه لأن إحنا يعني برضو وإحنا شغالين بأوري لحضراتكم إن شاء الله نتكلم عن الحاجات دي المرة الجاية ليه لما كل الحاجات دي بتحصل ليه المخ دوت بيختلف بأجزاء المخ الطبيعي وإيه الاختلافات اللي بتحصل فيه اللي تخلي إنه فيه النهاردة أنا قدام مخ جديد مش بس يعني المخ دوت مختلف في التركيب بتاعه في الكيميا بتاعته في الأداء بتاعه لمناطق معينة عن الإنسان العادي فالوقاية خير من العلاج حاجة الأخيرة اللي عايزة سيبها مع حضراتكم إنه دي فعلا علامة من علامات الأيام الأخيرة ويمكن لو قرينا كورنسوس الأولى 6-12 نكتشف إنه إزاي النهاردة الواقع بتاع الحياة وبتاع الناس بقى يخلينا فعلا بنشوف إن إحنا في أزمنا صعبة للغاية جاهزين أنا عارف إن فيه ناس من حضراتكم اتصلوا علشان خاطر يعرفوا أوكي إنه إزاي الناس دولة بيسألوا على علاجات بزاة من التدخين ومن غيره التدخين من أكتر النيكوتين من أكتر الحاجات اللي بتخلي الإنسان يدمن يعني فكرة أعلى من أي حاجة تانية في الاستعداد للإدمان الإنسان ممكن يحصل عليه أعلى حتى من الهروين وأعلى حتى من الكوكاين فإن شاء الله هنجاوب على كل الحاجات دي همسك إن شاء الله من المرات اللي جاية حاجات بالتفصيل عن كل الحاجات اللي هي علاقة بالمواد والكحوليات وبعد كده نتكلم على كمان الإدمان السلوكي ونحط كل حاجة في يعني في المجال بتاعها ونشوف كل حاجة عنها أشهركم جدا لأجل مطابعتكم ربنا يبارككم بننتظر أسئلتكم ومستعدين جدا إن كل الحاجات دي كمان تبقى مواد بين إيديكم علشان خاطر في الكنيس وفي أماكن كتيرة خالص وفي أي حدث الناس عايزة تدرس إنها فعلا تقدر تعرف وتدرك وزي أنا بقول إنه أولادنا الصغيرين النهاردة إحنا نقدر إن إحنا نساعدهم ونحميهم إن هم يوصلوا للمصير دا وأشكركم جدا ربنا يبارككم وأشوفكم في حلقة جديدة من أبيض من تاني